اشتركوا في القناة للنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وفرص ممتازة جدا للجميع بس قبل ما اتكلم على هذا الموضوع احب اوضح لقناتنا قناة منح من كل الوان بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر وكمان ده الويب سايت الخاص بنا هتلاووا ايضا عليه فرص ومنح فياريت تتصفحوها كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس ويرضع عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة طيب خلانا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن موضوع النهاردة بالنسبة للموضوع بتاع النهاردة انا هكلمكم عن ازاي تلاقي منح دراسية ووظائف بالاتحاد الاوروبي طيب خلينا نتعرف اكتر تعالي نقرأ هنا بالنسبة للنبزة دي طبعا زي ما احنا عارفين ان المنح والفرص بيتم عرضها من قبل المؤسسات نفسها المانحة تمام يعني مثلا جامعة لما بتيجي بتعرض منحة بتعرض المنحة على موقعها الرسمي او فرصة مثلا بيتم اعلانها على الموقع الرسمي ولكن في موقع تمام اسمه موقع الاتحاد الاوروبي ده بيجمع كل الفرص والمنح اللي موجودة في الاتحاد الاوروبي وبيحطها بين ايديك بتقدر انك تبحث عن الفرصة او المنحة المناسبة او الوظيفة المناسبة عن طريق الدولة اللي انت عايز تأخذ فيها هذه الوظيفة او المنحة سواء مثلا بلجيكا المانيا تقدر تبحث بالتخصص تقدر تبحث بفئات كتيرة جدا تمام طيب بالنسبة لشرح الفرصة دي هذه المنح هي منح المشاريع البحثية وهي المعروفة باسم منح على اعتبار ان الاساتذة هم من يمنحون تلك المنح ويختارون الطلاب الذين يعملون معهم ولكنها منح ممولة من المشاريع البحثية التي يحصل عليها الاستاذ من اجل ينفق على ابحثهم وتغطية تكلفهم تمام يعني ايه الموضوع ده يعني بتبقى فيه منح خاصة بالاساتذة وبالطلاب اللي موجودين في دول الاتحاد الاوروبي تمام الطلاب دول بيبقى عندهم مشروع بحثي عايزين ناس تساعدهم او الاساتذة دول المسجلين في هذه الجامعة بيبقى عندهم مشاريع بحثية وعايزين طلاب او اشخاص في هذا المجال انها تساعدهم في مشاريعهم البحثية في مثلا استطلاعات رأي في مثلا اي اشياء محتاجينها انت بتساعدهم فيها في التخصص اللي هم بينتموا لي تمام كده فعشان كده المنح دي ما بتعتمدش على الجامعة وانها بتعتمد على البروفيسير او الشخص اللي انت هتتعاون معي لان البروفيسير او الشخص اللي انت هتتعاون معي المنتمي لهذه الجامعة هو اللي بينفق عليك وهو اللي بيعتيك الراتب الشهري وهو اللي بيحددلك التكلفة وكل حاجة من المميزات اللي انت هتاخدها تمام كده فدي بتتسمى بمنح وفرص او وظائف الاتحاد الاوروبي وعشان كده ان المنح دي ما بتتسماش انها منح دراسية وانما بتتسمى منح وظائف ليه لانك زي بيعتبر انت بتاخد تدريب في تخصص معين انت عايز تدرسه وفي نفس الوقت انت بتاخد راتب شهري وبتساعد في هذه الجامعة مع احد الاسات ذات تمام كده طيب من نسبة للجهة المانحة الجهة المانحة او الويب سايت اللي عليه الفرص دي كلها اسم يورو اكسز تمام ده الويب سايت تبع الاتحاد الاوروبي وده اللي بتلاقي عليه كل الفرص والمنح والوظائف بالنسبة للدول المتاحة للتقديم جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية سوية بتقدر تقدم ما فيش مشكلة بالنسبة للجنسة كمان بالنسبة لمرحلة الدراسية متاح سواء انت بكاليريوس ماجستير دكتوراه بتقدر عادي جدا تقدم على احد هذه الوظائف والمنح طيب مميزات هذه الوظائف والمنح عندنا المميزات كتيرة جدا ولكن اكسر ما يميزها هو سرعة اعلان النتيجة والصفر وبدء الدراسة تمام بالاضافة لتوفر تلك المنح طول العام يعني ايه يعني انت مسلا ما بتيجي بتقدم لمنحة دراسية في جامعة لسه بتوع تستنى النتيجة بقى شهرين تلاتة واكتر وبيبقى فيه مدة طويلة جدا للانتظار وبتستنى قرار جامعة وبينزله قايمة بالمقبولين انما انت هنا بتتعامل مع او شخص بعينه فانت بترسل ليه طلبك وهو بيراجع طلبك ويقوم بالرد عليك بسرعة وسهولة كمان بتبدأ تحضر للسفر برضو في قرب وقت بدون انتظار بقى لموعد بدء الدراسة نفسه بيكون هذه الفرص متاحة طول العام بالاتفاق مع الاستاذ او الشخص اللي هو هيساعدك في هذه المنحة تبع المؤسسة تمام بالاضافة كمان فيها رواتب بتكون مميزة وهي افضل من المنح وايضا اعتبارها وظيفة بعقد عمل وليس منحة وبالتالي تدفع درائبهما يفيدك جدا للحصول على الاقامة دائمة في الاتحاد الاوروبي يعني منح الوظائف هنا بتتسمى منح الوظائف اسمها كده منح الوظائف هنا مش منحة دراسية عادية وانما احسن من المنح الدراسية كمان لانك بتقبط فيها راتب شهري ولما بتقبط فيها راتب شهري بيكون يعني معمول زي عقد عمل لك كده في هذه الدولة وانت بتدفع درائب عادي زيك زي اي واحد موجود في الاتحاد الاوروبي طب ده بيفيد في ايه؟ بيفيد ان انت لما بتقعد كزا سنة في الدولة دي بتقدر انك تقدم على الاقامة الدائمة باعتبارك انك عندك عقد عمل لك راتب شهري وبتدفع درائب فبتقدر تقدم على الاقامة الدائمة في الاتحاد الاوروبي والجنسية في مبعد فانت شفت المميزات اللي انت ممكن تحصل عليها من خلال هذه المنح او منح الوظائف يعني هتلاقي مميزات عديدة جدا طيب عدد المنح والوظائف دي كام؟ عدد تلك المنح كبير جدا بالالاف وتغطي كل التخصات بلا استثناء متجددة دائما فمسلا على سبيل المثال اليوم انا بحثت على الموقع ده تمام؟ لقيت اكتر من تمن تلاف فرصة انت متخيل تمن تلاف فرصة في جامعة التخصات والمجالات فتلك المنح دي كبيرة جدا في كل دول الاتحاد الاوروبي تمام؟ طيب عندنا هنا ملاحظات ان الفرص دي ليس بقى حد اقصى العمر اللي تقديم فيها سنك سغير سنك كبير بتقدر تقدم عليها مفيش اي مشكلة خالص كمان مش بتجبرك بشهادة لغة انجليزية او شهادة مثلا لغة المانية او شهادة لغة فرنسية لا انت بيكون تواصلك مع البروفيسور مباشرة وهو اللي بيرتب معك كل امور مش بتشترت منك بقى زي تقديم المنح اي لتسأو طيفل او شهادة لغة انجليزية تمام؟ طيب كيفية التقديم بيتم التقديم اونلاين وبتجد هذه الفرص والمنح على بوابة المنح والوظيفة الاكاديمية بالاتحاد الاوروبي زي ما احنا قلنا المواقع اسمه يرو اكسس بتجد عليك كل الفرص والمنح بيتم التقديم اونلاين تمام كده؟ طيب كمان في ملاحظات عندنا ما تنساش ان قناتنا قناة منح من كل الوان بتوفر منح دراسية مضمونة الابول مية في المية في دولة الصين كمان بنقدم بشكل احترافي على الفرص والمنح يعني لو عايز تقدم بنخلالنا على احد هذه الفرص الموجودة في الموقع بنساعدك وبنرتب لك كل شيء ليه كمان خدمة تجهيزي لو رأى بشكل احترافي وكمان خدمة التقديم على الكورسات عشان تزود من حزوزك ومؤهلاتك في الفرص والمنح ولو عايز اي خدمة من الخدمات دي بتلاقي روابط خدماتنا موجودة هنا وكمان بتلاقي موجودة في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو طيب خلينا نروح بقى نشوف موقع المنح والفرص هذا ونشوف ازاي ممكن تبحس عليه وتجد الفرصة المنازمة تمام ازاي ما نقولت لكم المواقع اسمي برو اكسس بتلاقي عليه كل الفرص والمنح بالتخصصات بالدول بكل شيء فانا هيفتح معانا فزاي ما نقولت لكم بتتسمى jobs and funding searches تمام اللي هي البحث عن وظائف والتمويل وهي متاحة للطلاب والخريجين ولجميع الفئات والمراحل الدراسية طيب انت دلوقتي عايز مثلا تبحس الموقع هنا الموقع بيقولك ان متوفر عليه حاليا تمن تلاف سبعمائة وسبعين فرصة انت متخيل ان الموقع ده عليه اكتر من تمن تلاف سبعمائة وسبعين فرصة موجودة على الموقع حاليا تمام حالا انا حقود ادور دي دي الفرص هالى افبقى اقعد امسك كل فرصة ووعا د大家都 دور فيها لو عادت على تمن تلاف سبعمائة وسبعين مش هخلص انما انت هتيجي بقى تبدأ انك تبحس عن الحاجة اللي انت مهتم بيها والتخصص اللي انت مهتم بيه. تمام كده? هتلاقي هنا عندك حاجة اسمها السيرش فيلد. تمام? في السيرش فيلد هنا التخصص اللي انت عايز انك آآ تحصل على فرصة فيه. تمام? بتلاقي هنا التخصصات مسلا آآ تخصصات هندسية تخصصات علمية تخصصات ادبية بتقدر تختار التخصص اللي انت عايز في الفرصة دي. هنا كمان لو انت طالب ابحاث سواء ابحاث دكتوراه او ما بعد الدكتوراه. بتقدر كمان تحدد انك لو طالب ابحاث بتحددها. انما انا مرشحش الحتة دي ممكن تسيبها. ويعني تبحث بالتخصص وتبحث بالسكتور. السكتور هنا كمان عندنا لو انت عايز بقى منظمة معينة عايز مثلا الفرصة دي تكون من شركة عايزة من مؤسسة حكومية. بتقدر انك تحدد الفرصة دي تكون منين? من جامعة? من شركة? من مؤسسة? تقدر تحدد. وهنا كمان بتبحث بالدولة. تشوف انت عايز مهتم باي دولة انت عايز تاخد فيها هذه الوظيفة. النمسا مسلا بلجيكا بلغاريا كرواتيا آآ فنلندا فرنسا المانيا ايرلندا. بتقدر تشوف الدولة اللي انت مهتم بيها وحابب تاخد فيها هذه الفرصة وهذه الوظيفة. تمام? وهنا عندنا اخر حاجة يعني برنامج البحث بتاعك لان هو متأسم تقدر تختار برنامج البحث. ولكن دي برضو افضل انت ما تبحثش بها. تبحث بالكانتري والسكتور. تمام? آآ طيب. آآ كمان انت بقى ممكن تبحث بشكل ان هو متخصص اكتر انك بدل ما انت مسلا توجع دماغك وتروح بقى تبحث بالكاتيجوريس دي. ممكن مسلا تكتب التخصص اللي انت مهتم بيها على طول. على سبيل المسال لو انا مهتم بتخصص هندسة مدنية سيفل انجنيري. هروح عامل ايه? اكتب سيفل انجنيري واكتب واضغط على سيرش هنا. هيطلع لكل الفرص وكل الوظائف اللي موجودة تبع تخصص سيفل انجنيري. تمام كده? فهيطلع لي دلوقتي كل التخصص دي او قصدي كل الوظائف اللي هي تنتمي لهذا التخصص او ادي سيفل انجنيري تمام موجود هنا. وادي عندي بيقول لي انت عندك تلتمية سبعة وربعين فرصة لهذا التخصص. تم تخيل تخصص واحد في تلتمية سبعة وربعين فرصة ممكن تقدر تقدم ليهو. هتلاقي هنا بقى بيشرح لك كل الفرص كل الفرص هنا كل فرصة من دول بتقدر تشوف الفرصة دي وبتقدر انك تخش عليها وتقرأ تفاصيلها وتشوف ممكن ازاي تقدم لها. تمام? فهنرجع مسلا نبحث تاني نعمل سيرش بقى اللي هو ريسيت للسيرش. تمام? عشان يطلع لكل مجمل الفرص اللي قدام اللي هما آآ تمن تلاف سبعمية وسبعين فرصة. فهينا دول التمن تلاف سبعمية وسبعين فرصة. على سبيل المسال انا مسلا هتخلوك على فرصة دلوقتي يقولوك مسلا زي ممكن تقدمه على سبيل المسال هدخل الفرصة دي. تمام? هدخل الفرصة دي واشوف كل تفاصيلها وايه الاشياء اللي مطلوبة فيها وايه الاشياء اللي مشروحة في الفرصة دي. فهنا هيظهر معي كل تفاصيل الفرصة دي مميزاتها شروطها كل حاجة. بيقول لك الفرصة دي مقدمة من اي جامعة موجود اسم الجامعة. بتاعها هيكون فين? تمام? آآ موجود بداية التقديم امتى? التقديم ده بتاعه تمنتاشر ستة. التقديم مفتوح دلوقتي وبيخلص تمنتاشر يونيو. تمام? آآ بيقول لك بتبدأ ستة تسعة اللي هو ستة سبتمبر الفين واحد وعشرين بتبدأ. بيشرح لك هنا كل التفاصيل الخاصة بهذه الفرصة. وكل آآ مميزاتها بقولك ازاي ممكن تقدم عليها. طيب انا لو ان عايز اقدم على الفرصة دي بروح اعمل ايه? بتروح تضغط على ويرت وقبل ايه عشان تقدمني الفرصة دي. لما بيطلع لي ويرت وقبل ايه هنا. بيطلع لي مسلا على سبيل المسال اللي هو ملف في كافة التفاصيل. بروح انا افتح مسلا الابليكيشن فورم ده ملف في البيدي اف واشوف الناس دي بتتكلم في ايه وايه الاشياء اللي انا محتاجها عشان اقدم. على سبيل المسال يفتح معاك الابليكيشن فورم ده الملف بيدي اف بتلاقي كل التفاصيل هنا. بتلاقي مثلا بيقول لك الراتب الشهر بتاعك هيكون كم في الفرصة دي? 1878 يورو في الفرصة دي. تمام? معدل العمل بتشتغل اتنين وتلاتين ساعة لكل سنة. تمام? كل التفاصيل بتلاقيها مشروح عليك هنا. تمام? اه وهنا بتلاقي بقى الاشياء المطلوبة منك عشان تقدم في الفرصة دي. زي مثلا مطلوب منك السيفي بتاعك. مطلوب منك الكافر ليتر. حاجة زي الموتافيشن ليتر. مطلوب منك مثلا انت لو طالب بتحط بتجيب خطاب توصية تمام? اه بتجيب مثلا لو انت حاليا في عمل بتجيب مثلا اللي هو زي اه توضيح من صاحب العمل او الشركة اللي انت موجود فيها تسكية منهم. يعني دي الاوراق المطلوبة اوراق بسيطة جدا. والديدلاين بيكون 18 يونيو 2021. وبيقول لك تبعت الاوراق دي كلها على هذا الاميل لهذا الاستاذ هو اللي هيكون مسؤول عن ذلك. بعد كده لما اكتبعت انت الاوراق بتاعتك على الاميل الاستاذ ده بيبدأ يتواصل معك. وبيرتب معك كل شيء ازا كان شاف يعني ازا شاف الملف بتاعك كويس بيبدأ ان هو يتواصل معك. فزي ما انا قلت لكم دي فرصة من ضمن الفرص. حاولت اوضح لكم ازاي ممكن تقدروا تعملوا ليها وازاي تفاصيلها. فحاجة ممتازة جدا تقدروا تبحثوا بالتخصص اللي انتم عايزينه وتقدموا للفرص اللي انتم مهتمين دي فكده وضحنا كل التفاصيل والناس برضو اللي حابة تقدم من خلالنا اللي هي مسلا احنا نحاول نبحس لها عن احسن الفرص ونحاول مسلا نقدم لها في الفرص دي ونعمل لها بروفايل كويس مفيش مشكلة بس انا بنقدر نساعد اه الطلاب والاشخاص في ذلك ولو عايزين خدماتنا بتلقوا رابط خدماتنا الاضافية من هنا. وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.